يعني اللي عايزين نقوله ان احنا عندنا تحديات مهمة جدا اه طبعا عندنا تحديات مهمة جدا عندنا بعض الدفوهات عندنا بعض الدفوهات لكن نرجع ونقول ده امر طبيعي ليه؟ لان انت مش بتلعب في مسابقة واحدة والسلام ولا بتنفس نفسك والسلام انت عندك كمان ضغط مباريات كبير جدا احنا لما بنقول الكلمتين دول مش بنقولهم على سبيل ان هما شماعة او ان هي مبررات على فكرة لكن احنا كده بنحط الامور في نصابها الصحيح الصحيح وفي نطاقها الطبيعي والمنطقي احنا الموسم الحالي لو عملنا كشف حساب يعني الموسم الحالي او اللي عام الحالي بشكل عام تعالوا كده نعمل كشف حساب هنلاقي نفسنا عملنا ايه؟ هنلاقي نفسنا كسبنا بطولة السوبر المصري امام الزمالك وحققنا لقب برونزية كأس العالم للاندية ووصلنا النهائي دولي ابطال افريقيا اللي طبعا خسرناه قدام الوداد المغربي في مباراة يعني السيناريو اللي حصل فيها محفوظ ومعروف للجميع مفيش داعا ضايع وقت حضراتكم فينا احنا نتكلم فيه مرة تانية ده حصاد في عرف جماهير الاندية التانية في اي مكان في العالم بالمناسبة مش بتكلم حضراتكم على مصر بس لا دي حاجة زي الفل ده انجاز لوز اللوز ده بالنسبة للدنيا كلها لكن بالنسبة لجماهير النادي الاهلي الوضع مختلف حبتين بالنسبة لجماهير النادي الاهلي لو انت خرجت من الموسم من غير ما تكون محققلك بطلطين يعني تكون من ضمنهم طبعا اللقب الافريقي وكمان الدوري المصري بانتا كده ما عملتش اي انجاز تخيلوا حضراتكم موضوع اللي بنرجع ونقول ان هو اكيد بيشكل ضغط ما على اللعيبة لكن برضو في المقابل اللعيبة دول لابسين تشارت النادي الاهلي عارفين كويس اوي هما بيلعبوا في اي نادي وعارفين كويس جدا مين اللي بيتباحهم الكم والكيف كوالتي الجمهور مش مجرد يعني عدد الجمهور لو كلمنا عن عدد بسم الله ما شاء الله لكن كمان الكوالتي فيعني دي كلها نقاط كان لازم نتكلم فيها يعني مع حضراتكم وبناءا عليه جامهير النادي الاهلي يعني اكيد قلانا ان الفريق يخسر الموسم الحالي بطولة الدوري زي ما حصل الموسم اللي فات واللي قبله لكن ان شاء الله هذا الامر لن يحدث باذن الله اولا احنا لسه في التلت الاول من مسابقة الدوري لعبنا الغد دلوقتي تسع مباريات كسبنا سبعة وتعدلنا في اتنين وسجلنا ستاشر هدف واستقبلت شباكنا اربع اهداف فقط وما زلنا بالتالي متصدرين حتى هذه اللحظة جدول الدوري وفي بطول الدوري ابطال افريقيا وصلنا لمرحلة دوري المجموعات يعني بعد طبعا ما تخطينا عقب اتحاد المنستير التونسي بالفوز زهابا وايابا زي ما حضراتكم فاكرين ومعنا في المجموعة ان ديت الهلال وي ساند داونز وي كوتن سبور يعني بالورقة والقلم الفريق تحت قيادة المدير الفني مارسل كولر ماشي بشكل كويس جدا حتى هذه اللحظة يعني فقدان اربع نقاط في الدوري ما هياش نهاية المطاب ولا نهاية العالم مش محتاج ان انت تفتح النار على لعبتك انت معاك افضل سكواد في افريقيا بالمعنى الحرفي مش افورة والمرحلة اللي جاية اعتقد ان ادارة النادي الاهلي اكيد هتقعد مع المدير الفني عشان تشوف ايه احتياجات الفريق طبعا الكلام دا هيصل ان شاء الله في شهر يناير ايه الصفقات اللي الفريق محتاجها ايه التدعيمات الجديدة اللي الفريق محتاجها مين اللي متاح ان يخرج اعارة مثلا في شهر يناير مش عيب ابدا ان ما دا يحصل ان انت لما بتعمل اعارات في فترات الانتقالات انت في النهاية مشاركة اللعيبة في المباريات دا مكسب كبير جدا ليهم وليك بطبيعة الحال فبالتالي اتمنى من الجميع انه يعني يترفع انجاز التعبير عن متابعة الاخبار او التقارير اللي الحقيقة لو غربلناها حلا ان على الاقل بالمية 80-90% منها مجرد اجتهادات مش اكتر بل وفتاوة في بعض الاحيان وتحسوا كده ان فيه تربص يعني معظمها موجه ضد النادي الاهلي وضد العيب للنادي الاهلي وجهازه الفني ويعني الادارة يعني شيء عجيب جدا مش تعادوا الفيوتشر اللي عامل موسم عظيم بالمناسبة ولا اتعادوا المعسموح اللي بيلعب بطريقة دفاعية بحتة هيكون سبب ان احنا نشوف ونسمع اخبار يعني اغربها في شنك في شنك ولا حضراتكم مش شايفين الموضوع ازاي؟ مش عارف احنا تاني هنرجع ونقول عندنا افضل مجموعة في الدوري وعندنا جهاز فني محترم بيتعامل بطريقة احترافية فخلونا ناخد الامور خطوة خطوة وحيكون لنا اكيد مع حضراتكم متابعة دورية اولا باول للمرحلة اللي جاية ان شاء الله واللي اكيد بنتمنى من خلال هالتوفيق لفريقنا